ومش عايز حد يقولي مستر خلاص قاعد بص طول ما انا باشر عامل لي كده واجه برق لي كده ابتسامة جميلة كده كل ما اجابوا السنة كده ابتسامة الحلوة الابتسامة كيوت الجميلة دي يعني انا اكمل الحسة الجميلة دي احنا بنحب حستك عرف اللي ايه بتخليني انا اول ما اخش بتاع محرف فيه بلاي لحل كلها طول تعمل لي كده طول الحس بيخلو كده الحسة ضمان قبيبه ايه عادي مش مهم ايه يلا نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي طلبة ميدل 1 عندنا ان شاء الله نهاردة لسن 6 و لسن 7 يونيت 1 الجيبرا لسن 6 و لسن 7 بيكلم حضرتك اول حاجة على set of integer numbers set of integer numbers ايه set of integer number اللي بيسموها الزد بيسموها الايه؟ ايه الزد دي؟ الزد دي اللي هي فيها الاعداد الباستف الwhole number والnegative الwhole number الاعداد الباستف والاعداد الnegative as a whole number as a whole ايه؟ ايه الزد دي فيها مين؟ فيها الزيرو والone والتو والنغative 1 والنغative 2 and so on يعني فيها الاعداد الباستف والنغative as a whole number اول حاجة نشرحها دلوقتي حاجة اسمها number line ازاي بنرسم على number line؟ لما اجا اقول لحضرتك مثلا 2 plus 3 عايزك تمثلها على number line بنمثلها ازاي؟ اول حاجة بنرسم number line zero one two three four five six and so on negative one negative two negative three and so on بنطلع من الزيرو الاول رقم بتركب عربيتك العربية بتاعتك وتطلع من الزيرو وتطلع من الايه؟ لأول رقم عند حضرتك هنطلع من الزيرو لأول رقم أول رقم كام؟ 3 برافو يا جوجل أول رقم 2 هنطلع من الزيرو لحد الزيرو هاركن العربية عند الزيرو هاركن العربية عند الزيرو هاركن العربية عند الايه؟ يبقى انا سوقت العربية بتاعتي من الزيرو الأول رقم من الزيرو لتو طلعت من الزيرو ونزلت عند الثو اللي زود عليها بوستف سري بوستف يعني همشي مين نيجيتف يعني همشي ايه سؤال عربيتي فين عربيتي عند الثو عربيتي عند الايه همشي كم ستب سري ستب توزا رايت سري ستب توزا ايه هنمشي ثلاث خطوات اللي مين وان تو سري يبقى هوصل لغاية الكام فيبقى اجابتي فايف اجابتي ايه واتأكد بالقالة تو بلس ري بيطلع ايه يبقى كونسبت دايم هطلع من الزيرو الاول راكم هطلع من الزيرو الاول بعد كده لو قال لي بوستف همشي مين لو قال لي نيجيتف همشي ايه شماعي طيب مسر افتح كده الشيط بتاع حضرتك الجميل اللي معاك بيقول لحضرتك ماشا سكار عاشي ماشا سكار الراح علينا والنبي بيقال لي سري بلس فاير عيس تتاكل اقسم بالله الله الله is the pick بص زي سري بلس فاير سري بلس فاير هتسوي كام ايه مستر هعمل الشرط بتاعتي اوه مستر زيرو وان تو سري فور فف سيك 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 وانشيل دا ايه الحس اجان هنشامل ها نجاتي فون نجاتي فتو وانسو ام هنطلع من الزيرو الاول رقم هنطلع من الزيرو الحد السري هنطلع من الزيرو لحد السري هنطلع من الزيرو الحد الايه انا راكن العربية بتاعتي دلوقتي عند مين السري قال لي بصت في 5 هنمشي to the right go to the right 5 step to the right 5 step to the 8 يلا يا كوك 1 2 3 4 5 هنمصل لغاية مين يا كوك يا جميل يا صغنة هنمصل لغاية ال 8 يبقى الفاينال ريزولت 8 يبقى مشيت من الزيرو لحد أول راكم اللي هو السري بعد كده قال لي go 5 step to the right ماشينا 5 step to the right becomes a becomes a cam next step example number 2 بيقول لحضرتك يا جميل يا شوطر بيقول لحضرتك negative 2 بيقول لحضرتك negative 2 plus negative 3 بصة مست أنا عرسم النمبر لين كيوتي الجميل بتاعي هنا هنم آه مستر 0 1 2 3 and so on negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 and so on بصة مست هنطلع من الزيرو الأول راكم هنطلع من الزيرو الكامل اللي هو كام بقى negative 2 هنطلع من الزيرو لحد negative 2 راكن العربية عند negative 2 راكن العربية عند ايه قال لي بقى go 3 step to the left 3 step to the e يالله ياكو 1 2 3 أنامشي 3 step to the left هتبع أجبتي كام يا جميل يا سكر negative 5 هتبع أجبتي كام يا سكر negative 5 صعب يا جميل السؤال اللي جاي يبقى مشينا من الزيرو لل negative 2 بعد كده مشينا 3 step to the left becomes negative 5 السؤال اللي وراه بيقول لحضرتك في السؤال اللي وراه فناني بسي ما شاء الله يبرمز بسي الرأس مشيك لها جميلة كيف السؤال اللي جاي negative 3 plus 5 negative 3 plus 8 والسؤال number 4 5 plus negative 4 عايزيني نعمل دول على number line الكلام ده لما يقولي number a line بص بقى هنمشي من الزيرو لأول رقم بص الشاطر الجميل هنمشي من الزيرو لأول رقم نحط الزيرو فين هنا مثلا 1 2 3 4 5 and so on negative 1 negative 2 and see e on هطلع يا مستر من الزيرو لأول رقم اللي هو كان بقى negative 3 اطلع من الزيرو لحد negative 3 طلعنا من الزيرو لحد negative 3 اتجاه الموشن بتاعي ازاي كده صح؟ العربية دلوقتي بتاعتي عند مين؟ negative 3 رقم عند negative 3 قال لي مشي بقى كم ستبتو زرائت؟ 5 ستبتو زرائت 5 ستبتو زرائت 1 2 3 4 5 همشي بقى لغاية لما وصل لمين؟ لل 2 يعني اجابتي هتبقى 2 اطلع من الزيرو لحد negative 3 قل لي بقى امشي 5 ستبتو زرائت 1 2 3 4 5 وصلت بغاية 2 يعني انا خسرت 3 بعد كده كسبت 5 يبقى انا كده معي total cam 2 ايه يا كوك؟ هو اي رقم نيجيتب بنحطه وبين اقواس احتراما وتبجيلا ليه اي رقم نيجيتب بنحطه وبين اقواس لو انت مش عايز تحطه ما تحطوش مش مهم يبقى مشينا من الزيرو لغاية النيجيتب سريع بعد كده قال لي امشي 5 step to the right مشينا 5 step to the right becomes 2 اللي جاية الكاتاكيت السلنانين بيقول لحضرتك من الزيرو للفايف اهو 0 1 2 3 4 5 وهنا نيجيتب 1 انا رسملك النمبر لاينت هتغط عليه الارقام هنمشي من الزيرو لحد اول رقم اللي هو كام يا كوكو هنطلع من الزيرو لحد الفايف قال لي بقى اخسر كام 4 انا واصل عند الفايف واصل عند الايه قال لي اخسر منهم 4 يعني هتحرك 4 to the left 4 to the e يلا يا كوك 1 2 3 4 يبقى هاوصل لغاية الكام يا جميل يا اصغنى 1 يبقى اعجبتي كام 1 عندنا دلوقتي هنتكلم بقى في ال properties of addition هنتكلم عن ال addition operation اللي هي ال plus كان عندنا 5 properties درسناهم قبل كده كان اول property اسمها ال commutative اول commutative ايه بقى ال commutative عشيل ده ماشي اول property اسمها commutative اسمها ايه يعني ايه commutative هنتكلم الاول عن ال addition operation في فيديو المراجعة تفرج عليه هتلاقي الكلام ده ايه عبدالله بيتكلموا حضرتك في ال addition operation او ال property بيسموها ال commutative يعني ايه commutative قال لك ال commutative ده الصوتي بينايم صوتي جميل صح صوتي احنايم بيقول لك بيكلمك عن ال commutative property او بيسموها ال commutative اللي هي اسمها التبديل اسمها الايه يعني لما اجا اقول لك في ال plus 2 plus 3 هي هي 3 plus 2 ولا لا النتيجة بتتغير ولا هي هي تبديل الاركام ده بيسموه commutative ربيت افتر ميه commutative 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 اللي هي التبديل يعني لما اقول لك 2 plus 3 هي هي 3 plus 2 تبديل الاركام بيسميه commutative بيسمي ايه دي طبعا تنفع في ال plus بتنفع في الماينس يعني ال addition operation commutative طب ال subtraction operation تنفع او لا تنفعش تعالا نشوف ال subtraction لما قلت 3 minus 2 هي هي 2 minus 3 ده يطلع 1 ده يطلع negative 1 قد بعض او مش قد بعض يبقى ال addition operation is commutative يعني في ال addition ينفع نبدل لكن في ال subtraction ما ينفعش ال property التانية اسمها associative او associative بيسموها associative او associative اللي هي الاقواس يعني مستر لما قلت 3 plus 2 plus 1 و 3 plus 2 plus 1 بدلا ما بحط اقواس على اول رقمين بحط اقواس على اخر رقمين بيقولك الاجابة ما بتتغيرش الاجابة ايه ما بتتغيرش في ال plus يعني لما اجا قلت 3 plus 2 كامل 5 plus 1 طب 2 plus 1 3 plus 3 ابدأ منها يعني الاجابة ما بتتغيرش في ال a في ال addition ما بتتغيرش في ال a طب بص في ال subtraction 3 minus 2 minus 1 اصلا كيفين اصفكرا ان اللي هي ال associative property ال property habla هابلق ايه بص في ال minus انت تتوقع الاجابات بقى زي بعض او لا تتغير تعالى نشوف 3 minus 2 1 minus 1 هنا هابدأ من مين 2 minus 1 2 minus 1 كامل 3 minus 1 نفس الاجابة عشان كده بنقول ان ال subtraction operation not associative ال subtraction not a اما ال addition operation associative ويعني ايه associative الى الاقواس بدلا ما بحط اقواس على اول two numbers بحط اقواس على اخر two numbers الاجابة ما بتتغيرش الاجابة ايه يعني بدلا ما بحط اقواس على اول اثنين بحط اقواس على اخر اثنين ال result بتاعتي ما بتتغيرش ال result بتاعتي ايه بنيجي بقى لل property بيسموها additive identity يعني ايه additive identity يعني مين الرقم ال identity element في ال addition مين الرقم الهافق اللي مالوش لازمة في البلوس بيسموه additive neutral بيسموه additive ايه يعني مين الرقم الـ neutral في البلوس مين الرقم اللي مبيغيرش حاجة في البلوس حفق و مالوش لازمة الزيرو طبعا ايه كلمة حفق الفصكو بحشاق لوكل لوكل يعني ما قولك 7 plus 0 بيطلع كاما الـ 7 نظرت زي ما هي وانا لا اتغيرت ولا ما اتغيرتش يبقى منقول مين الرقم الـ identity او الـ neutral في ال addition مين الرقم الهافق اللي مالوش لازمة في البلوس الزيرو طبعا انت بتفهم سا identity يعني neutral مالوش لازمة additive جا من addition جا من ايه يعني مين الرقم اللي في الـ addition مالوش لازمة مين الرقم اللي في البلوس مبيغيرش حاجة الرقم اللي في البلوس مبيغيرش حاجة اسمه الزيرو اسمه الايه بيسموه additive neutral بيسموه additive ايه عرف في الساينس عندوك البروتون بسطف دايمان والالكترون دايمان نيجاتيب وعندك في حاجة بقى neutral ايوه دي بقى neutral معناه هنا متعادل ولا معدل ولا معدل صح ولا لا شوفت بشاطر في الساينس ازاي؟ بنا بكر الساينس بمدرسيني الساينس الله لا الله يبقى مين هو additive neutral او additive identity الرقم اللي مالوش لازمة في addition هو 0 الرقم اللي مالوش لازمة في addition هو الايه؟ 0 بتفصص الكلام ولا هبل ما بتقراش الكلام؟ انا بفصص بنقول identity او neutral يعني مالوش لازمة neutral او identity يعني مالوش ايه؟ اللي انت قلت عليها كل ملوك الكده اسمه هفا احنا اللي قلنا بسيرو identity يعني مالوش لازمة identity يعني مالوش ايه؟ بيقولك مين اللي في الادشن بيبقى مالوش لازمة 0 حاجة plus 0 بتفضل زي ما هي؟ حاجة plus 0 بتفضل زي؟ ايه؟ الـ property الرابعة بيسموها additive inverse معناها بالانجليش الـ opposite العكس يعني يا كوكو يا صغرنا مين العكس بتاع 2؟ negative 2 شاطر قوي طب 3 3 طب الـ negative 5 5 بغير الاشوارة يعني لو بستب اخليها ايه؟ negative لو negative بستب طب لو بستب negative يعني لما اجي اقولك يا جميل 2 الـ inverse بتاعها ايه؟ negative 2 اعمل لهم plus هيطلع كام؟ 0 0 حاجة وعكسها حاجة وايه؟ طب 3 عكسها ايه يا كوكو يا صغرنا negative 3 شاطر قوي لما نيجي نجمعهم على بعض كان معي 3 جنيه وخسرتهم يتفضل معي ايه؟ 0 طب قولي يا جميل يا صغرنا 5 عكسها ايه؟ 5 يعني additive inverse يعني الـ opposite additive inverse يعني الايه؟ يعني لو انتم بتفهم بني ادم يعني مش حمار اللي هو ايه؟ 1 عكسه ايه؟ negative 1 negative 2 عكسها 2 3 عكسها 0 عكسه 0 additive inverse معناها الـ opposite معناها ايه؟ لو بني ادم يعني بنعرفك ان additive inverse معناها الـ opposite معناها الايه؟ يعني 4 الـ opposite بتاعها negative 4 ازغط اللي قدامك محمود انت شايفه محمود مفروض يعني negative 3 العكس بتاعه 3 العكس بتاعه ايه؟ 5 العكس بتاعه لما نيجي نجمع حاجه وعكسها مجموعهم هيبقى 0 ومجموعهم هيبقى ايه؟ 0 طب 5 بلاس negative 5 هيطلع 0 يبقى معنى additive inverse يعني opposite additive inverse معناها ايه؟ opposite يعني غير الساين غير الايه؟ صعب حبيبي؟ الـ property الأخيرة بيسموها closure بيسموها الايه؟ ايه بقى closure يا جميل يا ظنن؟ closure دي معناها بيقولك خد رقمين بلانج تو زد اي رقمين بلانج تو زد نختار مثلا الـ 5 عشان بحبها والـ 3 عشان مش بحبها ناخد رقمين بلانج تو زد معنى بلانج تو زد دي معناها ان هي اسمها closure property يعني بيقولك خد رقمين موجودين في الزد اعمل لهم بلس لازم الإجابة تفضل موجودة في زد ده معناها ان دي اسمها closure يعني مثل لو اخدت رقمين من ارقام الزد جمعناهم ينفع الإجابة ما تكونش في زد ولا لازم لازم بلانج تزد يعني closure بلانج تزد يعني ايه يبقى قولي بقى الـ property يا جميل او الـ property اسمها commutative او commutative يا برده commutative او commutative يعني معناها التبديل معناها الايه ببدل الارقام تبديل الارقام اسمه ايه commutative او commutative ماشي الـ property التانية اسمها associative او associative associative او ايه اللي هي الاقواس بدل ما بحط اقواس على اول رقمين بحط اقواس على اخر رقمين الاجابة ما بتتغيرش الاجابة ايه اما الـ property التالتة اسمها additive identity additive ايه معناها مين الرقم الـ half اللي مالوش لازمة في الـ addition اللي هو ايه الـ zero طب مين هو الـ property الرابعة اسمها الـ inverse الـ additive inverse معناها العكس يعني الـ four عكسها negative four الـ five عكسها لما بنجمعهم بيطلع كام zero اما الـ closure قول رقمين بـ long to z اعمل لهم plus هتلاقي الاجابة تفضل موجودة في z دلوقتي هنبدأ نحل اسئلة على الكلام ده لو حضرتك معاك الشيط هتلاقي شرح في page one شرح الـ properties اللي احنا اخدناهم هنخش دلوقتي في page two page two بيسأل حضرتك write the name of the property قول لي اسم الـ property ايه اسم الـ property بتاعتك اول واحدة three plus negative two بيساوي negative two plus three ده كده تبديل ده كده بدنا اما الـ property التانية اعمل لك اكواس بدل ما بيحط اكواس على اول رقمين بيحط اكواس على اخر رقمين بيقول لك اسم الـ property اما لسؤالي الثالث عمل لي حاجة وعكسها وبيسألني مجموعهم يبقى zero اسمها ايه واخر property five plus zero هيتساوي five اسمها ايه الـ property دي يلا يا كوكو يا الزم three plus negative two بيساوي negative two plus three تبديل الارقام ده بنسميه ايه ها جميل commutative اسمها commutative او commutative السؤال الثاني الاكواس بدل ما بحط اكواس على اول رقمين بحط اكواس على اخر رقمين الاجابة ما بتتغيرش اسمها ايه ايه اسمها associated associative او associative اسمها associative او associative الـ property الثالثة حاجة وعكسها السكر ده additive inverse حاجة وعكسها يبقى اسمها الـ opposite additive inverse additive ايه يا الله الجميل بقى حاجة نظرت زي ما هي يبقى اسمها ايه بقى additive identity او بيسموها neutral او additive neutral اسمها additive identity او additive neutral لا هتكتبها additive جاية من الـ adjective add add يعني plus additive يعني الـ plus الـ operation بتاعت الـ plus نخش بعد كده في الـ subtract طبعا انت الـ subtract تعرف ان معناها ايه minus فيها فلوس الشنطة دي ولا ايه فيها فلوس معاكد فيها فلوس اذا نخيب عليها كده لو كده نقلبوك نخلي حدي يثبتك بعد الحزن السؤال بيقول subtract to from 5 ممكن يبقى فيها في عشرة جديدة ولا عاكد subtract subtract يعني minus subtract يعني ايه اللي بعد from بنكتبه الاول اللي بعد from بنكتبه الايه subtract يعني minus اللي بعد from بنكتبه الاول وده بنكتبه التاني يلا يا كوكو 5 minus 2 لما تعمل 5 minus 2 يا سغنة هيطلع كام يا جميل يا سغنة 3 شطر قوي ما شاء الله يبقى subtract معناها minus اخذتها في الكيجي دي سا subtract معناها minus اللي بعد from بيتكتب الاول والتاني بيتكتب التاني يلا البنوتة الجميلة دي subtract 2 from negative 3 اسمك ايه اسمك ايه اه انت اسمك ايه اسمك ايه ذاك حاجة يومنا عملة ايه يلا بيه subtract معناها ايه plus ولا minus برافا يا دكتورة مين بيتكتب الاول يا انسها يومنا نجلس اللي بعد from شطورة جدا بسم الله ما شاء الله اللي بعد from بنتكتبه الاول والتاني بنتكتبه بعدين مين بقى اللي هنكتبه الاول يا شطورة شطورة جدا بسم الله ما شاء الله ومين هنكتبه تاني 2 بسم الله ما شاء الله حطيه على الكالكيليتر بقى هتكتبي negative 3 minus 2 بتعرف تكتبوا نيجاتيب والله السلام شاء الله عليكم نيجاتيب 5 السلام شاء الله عليكم انا من نيجاتيب 3 مينس 2 هيطلع نيجاتيب 5 عايز سابتراك نيجاتيب 3 فروم 2 مستر سابتراكت معناها مينس سابتراكت معناها اي هنكتب اللي بعد فروم الاول يبقى 2 مينس نيجاتيب 3 لو انت بني ادم شاطر وزكي وربنا اعطيك هبا من ربنا عارف ان النيجاتيب لما ييجي وراها نيجاتيب اللي اتنين بيتقلبوا بلاس يعني اشيل اللي اتنين نيجاتيب واخليهم بلاس او بتفكرش حطها على الالة اللي اتطلعها يعني دي بالالة هتطلع كامل بعد ما تجيبها بالالة يفضل عشان انت بني ادم وربنا بيزك عن مخلوقات كتير لو جا نيجاتيب ورا نيجاتيب بنقلبوا الاتنين بلاس بنقلبوا الاتنين ايه يبقى لو نيجاتيب جا نيجاتيب ورا بنقلب الاتنين نيجاتيب بنخليهم ايه طب هي القلب تعملها الوحدة او يعني بتقولك ما تفكرش تخليك زي ما انت انا بعملها الوحدة سرح لما سرح لما سرح لما سرح لما سرح لما سرح ايلا الله عليك حبيبي طيب تعالا بقى نخش في البيض التالتة نيجي بقى حبيبي نخش في الملتبليكيشن الجاية ناخدنا البلوس وااخدنا المينس عندنا ما هذا الوقت الملتبلاي عن التايمس الملتبلاي عن الايه بيكلم حضرتك في البروبرتز بملتبليكيشن يعني البروبرتز بتاعت التايمس اول بروبرتز هنتكلم عليها في التايمس اسمها كوميوتاتيوب او كوميتيتيتب بصة بقى عشان لو حضرتك هتقرأه commutative يبقى هتقرأه associative هتقرأه commutative يبقى تقول associative ماشي؟ أو associative بصة ميستر الcommutative في التايمز لما أقولك 2x3 هي هي 3x2 تبديل الأرقام بيسموه commutative بيسموه ايه؟ commutative معناها التبديل الإبدال ببدل في الأماكن تبديل الأماكن يا قوي بيسموه commutative بيسموه ايه؟ يعني أي حاجة هتغير مكانها بيسموه commutative البروبرت التانية اسمها associative أو associative يعني مثل لما أجأ حط أكواس 2x3x5 هي هي 2x3x5 بدل ما بحط أكواس على أول رقمين بحط أكواس على آخر رقمين الإجابة ما بتتغيرش يعني حبايبي 2x3 6x5 3x5 15 15x2 30 الإجابة تغيرت أو هي هي؟ إيه بقى الحاجة اللي بتتغير؟ المينس والديفجن ما بيتلعوش نفس الإجابة أما كادشن وكملتبليكيشن الادشن والملتبليكيشن كم يطلب وأصل أشرف كم يطلب وإيه؟ نيجل البروبرت التالتة اسمها multiplicative identity يعني إيه multiplicative identity أو multiplicative neutral فصصها identity أو neutral يعني بيقولك مين في الملتبلاي مين في التايمس بيكون identity يعني مين في التايمس بيكون هفئ مين في التايمس ما بيغيرش حاجة مين الرقم الهفئ في الملتبلاي الone طبعا يعني لما اجا اقول لحضرتك seven times one الاجابة هتتغير ولا تفضل seven شاطرين جدا حبايبي برافو يبقى مين الرقم اللي مالوش لازمة في الملتبلاي الرقم اللي مالوش لازمة في الملتبلاي هو الone هو الاي بيسموه يبقى مين في الملتبليكيشن الone بنقول بنقول الملتبليكيتب ايدنتي يعني مين الرقم الهافة اللي مالوش لازمة في التايمز هو مين يعني السابت نزل زي ما هو يبقى time is one لما اقول لك five times one هيطلع كامل five النتيجة تغيرت البروبرتي الرابعة والأخطر والأهم في المنهك كله اسمعها الملتبليكيتب ايه ودي أهم صفة عند حضرتك ولازم هتجيلك في أي امتحان البروبرتي البروبرتي دي اسمعها ملتبليكيتب انفرس معناها بالعربي شقلب أو شقلط شقلب الفريكشن شقلب الايه يعني لما اجا اقولك سريع على فور معنى ملتبليكيتب انفرس يعني شقلبها يعني فور على سريع يبقى ملتبليكيتب انفرس معناه 급بييراتور ليصلك الملتبليكيتر والنيومرياتور ليصلك الملتبليكيتر رسوبريكل رسوبريكل دي هي الشقلبة ورعدني اسمعها ملتبليكيتب انفرس اخدتوها رسوبريكل يمكنك انشعacon اصلاح اللي هو الشقلبة impeach centre يعني لما اجاي قول له حضرتك 2 على 5 الملتبليكاتف انفرس بتاعتها 5 على 2 طب لو نيجاتف 3 على 4 النيجاتف مناش دعوة بيها انا بشأل بالاركام يبقى 4 على 3 يبقى الملتبليكاتف انفرس انا بجيب الريسابريكا والنيجاتف مليش دعوة بيه يعني مستر لو 3 بس وعايز الملتبليكاتف انفرس بتاعها انت عارف ان 3 دي تحتيها 1 اي رقم ينفع نحط تحتيه ايه شقلبه يبقى 1 على 3 شقلبه يبقى 1 على ايه طب ال5 الحلوة مكرش دي لو عايز الملتبليكاتف انفرس بتاعها ده اوفر 1 شقلبه 1 على 5 دي اسمال الملتبليكاتف انفرس اسمال ملتبليكاتف ايه يبقى الملتبليكاتف انفرس معناها حشقلب الفراكشن معناها حشقلب الفراكشن اللي عدي معناها الشقلبة دي معناها multiplicative inverse معناها multiplicative a بنيجي للبروبرتي كمان نتأكد أكتر عليها طب حبيبي لو جبتلك two and half عايز الشعلبة بتاعتها أحولها لفراكشن أحولها لإيه وبعد ما أخليها فراكشن أشعلبها يعني إيه دي بتحطها على الألة shift fraction shift fraction وتكتب two and half هتطلع رجب الألة فاقف على two شعلتها تبقى two على five الناس الهابلة اللي بتعمل فراكشن وترجع بالسهم دي ناس متخلفة المكسب نبر بيتكتب shift fraction shift a shift أول زرار فوق شبال وفراكشن وكتب two and half وكتب two and a ودوس equal بعد كده شعلبها بعد كده ايه طب حبيبي zero point three ايه five ببرتو شعلبها انت بقى بدمغك يعني انت عملتها خلاص جبت نتيجتها اذا فراكشن شعلبها بقى يعني لو هي طلعت two على five لو هي طلعت five على two يبقى انت هتتفضل وتطلع هي بقى هتطلع التو من تحت الايه والفايع يفلئ حسنا حسنا فقو الزيرو بوينت ثري الزيرو بوينت ثري دي هتجابها الأول على القيلة حقطها على القيلة ودوس equal هتطلع ثري على تان شعلبها بقى تبقى ثري على ثري تبقى ثري على ايه يبقى يعني ايه multiplicator inverse يعني يا مستم شعلب يعني ايه شقل بالفراكشن شقل بالايه يبقى معنا معناها شقل معناها ايه بيقولك لها حاجة غريبة لها ان اي رقم طيمز الشقلبة بتاعته اجابته في الاخر بتطلع وان اي حاجة طيمز الشقلبة بتاعتها بيطلع اجابتها وان اي حاجة طيمز الشعلبة بتاعتها هيطلع نتيجة A1 صعبة دي؟ يبقى عندنا كم property راجع عليهم أول property commutative أو commutative معناها التبديل تاني property يسمعها الassociative أو الassociative أو associative أو associative اللي هي الأقواس بدلاً ما بحط أقواس على أول اثنين بحط أقواس على آخر اثنين ال property الثالثة اسمع multiplicative identity يعني مين الرقم اللي مالوش لازمة في التايمز اللي هو الone طب multiplicative inverse معناها شعل بالفریکشن يعني اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق مش نيجي ناخد ال property الخامسة اسمها distribution اللي هي التوزيع يعني لما اجا أقول لحضرتك كده A times B plus C و A times B minus C التوزيع ده ال A بتخش تسلم على الأول بالتايمز وتسلم على التاني بالتايمز يعني هيبقى A times B A times C وفي النص فيه plus وفي النص فيه A تخيل مثلاً أنا رايح أضيف للبنوتين الجمال اللي قدامي دون سوري حبابي رايح أضيف للبنوتين الجمال اللي أصاري هخش تسلم على البنوتة دي عشان حلوة وقل مش هسلم على دي ولا زي ما سلم على دي هسلم على دي هو دسمو distribution اسمها التوزيع مفيش حاجة اسمها حلوة ووعش هنقول A times B A times C وفي النص فيه plus وفي النص فيه A A حبيب ماشي هتجمعي ازاي B و C دي البروبرتي دي البروبرتي لسه مدناش عليها مساء هنا بقى الاي هتسلم على الأول والاي هتسلم على التاني هتبقى A times B و A times C وفي النص فيه A حبيب ده شكل البروبرتي أنا حلوة عليها دلوقت تجيو شكلها بيجي ازاي بس دي اسم البروبرتي بيسموها distribution over addition و distribution over subtraction يعني التوزيع التاني يعني على المرة على البلس والتوزيع مرة على الاي فبيبقى فيها to operation times و plus times و ايه فهتبقى A times B A times C وفي النص فيه plus او A times B و A times C وفي النص ايه minus تعال نشوف الاسئلة بتيجي ازاي بصة حضرتك بالشيط الجميل بتاعك احنا دلوقت الشرح ده كان موجود في بيجي كام سري دلوقتي دخلين على بيجي ايه بقى سري اخرها بصة جماعة عندنا في ناس اسمع الفريندز لهم الصحاب عرض الصحاب عارف عرض الصحاب اللي ديك 10 اللي ديك 100 اللي ديك 1000 اللي ديني 10 2 times 5 اللي ديني 100 4 times 25 اللي ديني 1000 8 times 125 5 4 times 75 times 25 عايزك باستخدام البروبرتز تهلل السؤال الاولاني انا لو هحله بدون قاله انا هحله ازاي عشان انا قوي هحله ازاي من غير قاله هجيب عرض الصحاب هجيب عرض الايه هجيب الصحاب جنب بعض يعني هعمل 4 times 25 بكاما 100 times 75 هنازل 75 وحط جنباته 0 صح حلت السؤال صح لا لا لو انت زاكي فاهمني لكن لو غبي مش هتبقى فاهملي قوي يعني انا عايز احل المسألة دي بدماغي من غير قاله فهو بيقولك استخدم البروبرتز اللي انت درستها عشان تحل المسألة دي فانا اول حاجة عليها هتصرف ازاي هجيب عرض الصحاب جنب بعض يعني اجيب الفور مع الـ 25 4 times 25 وارمي الـ 75 في الاخر اقول لها غريب ده ماشي يبقى جبنا مين جميلين الفور والـ 25 اللي هما الاتنين الصحاب اللي هما اللي موجودين في الجم طيب دي اسمعها ايه لو بدلت التبديل ده اسمه ايه يا شاطر يا جميل قدم ببدل يبقى اسمعها كوميوتر يبقى اسمعها ايه احطيها جميل يا شاطر الصحاب مع بعض في كوس الصحاب دول مع بعض في كوس يبقى 4 times 25 time is 75 الاقواس دي اسمعها associative اسمعي associative او associative اهي حطينا اقواس طب اول اتنين بيطلعوا كم 100 time is 75 وان هندرد time is 75 حيطل زم 5 ونزل تو زير طب الرقم ده موجود في الزد ولا مش موجود في الزد موجود في الزد يبقى كده اسمها conclusion طيب الواضح الشاطر عايز التضمن ان حله صح خطها كلها على ال لو طلعت نفس الاجابة اللي انت جبتها يبقى انت حلتها ايه صح اهي بقى السمع بطبعا وبيقول لك استخدم من البروبرت وزيلها نسا درسانها لها الكميوتاتيب والأسوشياتيب والأسوشياتيب يعني بيقول لك استخدم الحاجات دي في الحل فانا جبنا الفور جنب التويني فايف جنب السبينتي فايف يبقى اسمعه الكميوتاتيب بحط أول اتنين في أكواس يبقى اسمعه أسوشياتيب جيب القالة هيطلع كده السؤال التاني جايب لك فيه اتنين صحاب شايفهم السؤال جايبوا لحضرتك كده خلي السؤال دولة قدامنا عشان عرفكوا ده كده بيقول لي ايه طايمس 2 طايمس 125 طايمس 5 قول لي يا جميع مين بقى الاتنين الصحاب بسم الله ما شاء الله هنجيب الصحاب جنب بعض يعني المسألة دي مش مترتبة مطلوب ان انا ترتبها بجيب الصحاب جنب بعض الاكواس دي اسمها أسوشاتيب أو أسوشياتيب ده بالقالة هيطلع وان ساوزن وده بالقالة تاني وان ساوزن طايمس 10 هيطلع تان ساوزن موجودة في الزن يبقى اسمها تان ساوزن تان ساوزن خشنا دخلنا على دخلنا على بيج كام 4 شوف بقى الصحاب عرض الصحاب فين وفين شوف عرض الصحاب فين وفين برافو حباية برافو هايلين خاص ما شاء الله يعني عمل لي نيجاتف 2 تايم سبنتين تايم نيجاتف 5 استخدام البروبرت إذا عايزك تحلها ونيجاتف 4 تايم نيجاتف 8 تايم 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 نيجاتف 125 بوظة مصر هنجيب الصحاب جنب بعض اللي هو مين ومين نيجاتف 2 نيجاتف 5 أهم ونرمي 17 في الآخر الترتيب يسمو ايه ها كاميوتاتف هنحط أول اتنين في أكواس هاي باسمها أصوشيتف طبعا ما ينفعش تختصر ها لنبا اختصر عشان ما سرع ده 10 وده 17 هيطلع 1 7 0 بلونج وزاد يباس ما كلو يبقى مصر رتبنا وبعد ما رتبنا حطنا أول اتنين في أكواس بقيت اسمها قصوشتر بعد كده جبنا الإجابة بالكالكليتر ايه يا كاتكول بص يا كوكو مين الاتنين الصحاب نيجاتف 2 نيجاتف 5 بحطهم جنب بعض ومين بقى لسه مجناش ناحيته السيبنتين الترتيب ده يا جميل اسمه ايه كوميات ده أول اتنين حطهم في أكواس اللي هم الصحاب وصيب ده مرمي الواحد اسمها ايه بقى البروبرت ايه حطها على الآلة وطلع الإجابة أوجودها في الزادي باسمها كلو الناس الشاطرة الجميلة الزكية بيقول لحضرتك يا شاطر يا جميل بيقول لك هنا يلا سكر أجيب مين جمب مين أسكر مين الصحاب حلت مسألة تانية عرض الصحاب الصحاب الصحابة معلي التو صحبتها مين الفايف والفور صحبتها مين توينتي فايف والإيد صحبتها مين قول لي بقى هنا مين الصحاب عايشة معلي ومين صحاب تانين بصة أنا محطتش أكواسة عايز تحط أكواس حط مش عايز مش مشكلة مش هزعاني ماشي دي اسمها إيه بقى الترتيب اسمه إيه كاميوتاتيب اه حط عشان ما حدش يتلكك لك حط أول اتنين في أكواس وحط تاني اتنين في أكواس يبقى نيجاتيب فور تايمس تونتي فايف نيجاتيب ايت تايمس نيجاتيب ونهند توني فايف أول اتنين بيطلعها إجابة كان بالآلة نيجاتيب ونهند وتاني اتنين يطلعها إجابة بالآلة كان وان ساوزن اعمل ده تايمز ده حيبقى نيجاتيب ون وجنبها فايف زير يبقى دي بلانجل الزت يبقى اسمها قلوجة هنا ما كلمتش قصوش بيقولك باستخدام 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 عايزك تحل السؤال ده وجايب لحضرتك 5x7 plus 5x7 وعايزك تحل السؤال ده و8x2 minus 8x3 وعايزك كمان نبدأ بدون بص صحباي اول حاجة بنتطمن ان مسألتي كل واحدة معمولها تايمز مع صحبتها سيبيه اللي في ايدك ده اهم سؤال عندنا في الحس هفرده لك بص الجميل هسأل ايوبنا هسأل ماشي بص حبيبي قالك اي لازم كل اتنين مع بعض يبقى بينهم تايمز كل اتنين مع بعض يبقى بينهم ايه يعني لازم كل اتنين مع بعض يكون ما بينهم تايمز هنا دولا ما بينهم تايمز سبهم يلوكوا مع بعض دولا ما بينهم تايمز سبهم يلوكوا مع ايه يبقى لازم قبل مبدأ المسألة لازم يكون ما بين كل رقمين مع بعض تايمز ماشي قشتب الرقم المتكرر وكتبه مرة واحدة قشتب الرقم المتكرر وكتب منه واحدة قشتب التايمز المتكررة وكتب منهم تايمز واحدة يبقى الحاجة المتكررة بنشطبها ونكتب منها واحدة بس الات والات شطبناهم وكتبنا ايه جميعين ات واحدة شطبنا التايمز والتايمز وكتبنا منهم تايمز ايه افتح براكت مزقلت افتح براكت ايه واكتب اللي تبقى فيه ايه بقى اللي تبقى يا جميعين يا صغنب 2 2-3 2-8 حطها بعد كده على الكالكليتر الجميل بتاعك ده لما حضرتك تحطها كلها على الكالكليتر هتطلع نتيجة كام هتطلع النيجيتف 8 النيجيتف 8 ده رقم من ارقام الزت ولا لأ يبقى belong to z يبقى small closure يبقى الشطر ما فهمناش حاجة الحمد لله بصوا حبيبا ايه الرقم يا كاتاكيتش الغنانين المتكرر الاية تتكررت الاية تتكررت بنشتب الرقم المتكرر ونكتب منه رقم واحد بس اللي هو الايت اللي هو ايه هنشط بالتايمز ونشط بالتايمز ونكتب تايمز واحدة بس ونكتب تايمز واحدة ايه ونفتح بركة مزاقلة جميل شبه هكذا ونحط فيه اللي تبقى ونحط فيه اللي ايه ايه بقى يا جميل اللي تبقى 2-3 2-8 حطها كلها على اليلة ويطلع 3-8 تاني تاني بصوا بيستاشرح علي دي بصوا يا كاتاكيتي أصغناني دولا معمل لهم انokuات me ولا لأ شطرين جدا 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 حافظوه له معمل لهم انokuات me مع بعض ولا لأ ادم معمل لهم انokuات me معمل لهم انokuات me وايس بهم يملكوا مع بعض معمل لهم انuchs مع بعض سبهم يلوكوا مع ايه ايه بقى يا جميل science يلنحجل المتكررت 5-3 اتقررت هنكتب 5 واحدة time is اتقرر هنكتب time is واحدة افتح بقى طبعا دي 7 وده negative 7 فحمر بيقول ايه ماشي ايه الحاجة اللي اتبقت بقى 7 وكام 7 plus negative 7 ده بالقالة هيطلع نتيجة كام بالقالة هيطلع نتيجة zero موجودة في الزاد يبقى اسمها ايه closure لو انت ولد شاطر لاحظت هدد لده حاجة وعكسها حاجة وعكسها اسمها ايه additive inverse additive ايه يبقى حاجة وعكسها يبقى اسمها additive inverse اسمها additive ايه inverse صعب حبيبي؟ حد معترض عليها؟ يبقى شاطبنا 5 وال5 وكتبنا 5 واحدة شاطبنا time's والtime's وكتبنا time's واحدة فتحنا bracket مزاقلة وكتبنا اللي اتبقى اللي اتبقى 7 plus negative 7 اهيه يبقى 5 كل ده بالقالة هيطلع zero موجودة في الزاد يبقى اسمها closure اسمها ايه؟ صعب حبيبي؟ مفهومة؟ يلا نكتب طيب بسم الله ما شاء الله اشيل يعني؟ اكمل اه السؤال اللي براه جايب لحضرتك سؤال كده 8 times 2 plus 8 times 9 minus 8 وجايب لحضرتك سؤال 6 يعني ده السؤال التالت وده السؤال 6 شبه بيقولك 8 times 2 minus 8 plus 8 times 9 بصي حضرتك اول حاجة الشاطرين بنتطمن ان كل واحدة معمولها time is مع صاحبتها دي معمولها time is مع صاحبتها تمام دي معمولها time is مع صاحبتها تمام يا عامي بصي دي عدل وحدة هنسبها عدل وحدة؟ نعمل لها ايه طيب؟ نعمل لها time is 1 من جبنة نعمل لها time is 1 من جبنة من جبنة من الجيب بتاعها هتعمل لها time is 1 ليه يا حبيبي؟ عشان حربنا سبعة الوحدة؟ لازم حدي يلوك معي طيب اشمعنا time is 1 time is 1 ما بيغيرش حاجة time is 1 ما بيغيرش ايه فاحنا هنعمل ايه time is 1 عشان تلاقي حدي تلوك معي كده احنا اطمننا عليها خلاص يبقى الناس الجميلة الشطرة اللي بتفهم دولة ما عمل لهم time is 8 دولة ما عمل لهم time is 8 دولة بيغيركوا مع بعض عادي صح؟ دي بقى قاعدة الوحدة حربة مفترة هتسب قاعدة الوحدة اعمل لها ايه يا جبي؟ اعمل لها time is 1 من جبنة ماشي؟ طيب اشمعنا time is 1 عشان time is 1 ما بيغيرش حاجة مش هو الرقم identity في الملتبلاين مش هو الرقم اللي مالوش لازمة في time is صح او لا لا ايه بقى الحاجة اللي تكررت 8 هنودي 8 واحدة هنشطب time is و time is ونكتب time is واحدة ونفتح بركة مزاقلة ونفتح بركة ايه؟ نكتب كل اللي تبقى هنكتب كل اللي ايه؟ ايه بقى اللي تبقى؟ 2 plus 9 minus 1 2 plus 9 minus 1 دب على الآلة 8 80 80 ايه ده كثرة يا جمال اعمل 8 طيب از افتح اكواس واكتب كل ده هيطلع كام 80 يبقى اسماء يبقى اسماء ايه؟ حطها كلها على الكالكليتر ايه يا جميل؟ ايه ما انا شطبت على 8 8 8 كذبت 8 واحدة شطبت تايمز 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 واحدة ايه اللي تبقى بقى؟ 2 plus 9 minus ايه بقى minus كام؟ 1 2 ايه بقى ايه بقى ايه بقى من جبنا time is one هتكشي هتكشي كده هنعمل لها time is one time is one كده انا اتطمنت على المسألة كلها يبقى الاية لقينها في النص ما جنبها السحاب فحطر انها time is a ايه بقى الحاجة اللي تكررت ايه هنكتب اية واحدة هنقشته بالتايمز والتايمز 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 ونكتب تايمز ايه هنفتح البراكت المزقلة تفتكرني ايه بقى اللي تبقى 2 minus 1 plus 9 يبقى 2 minus 1 1 plus 9 ده كله بالقالة يطلع كامل شاطرين 80 يبقى belong to Z يبقى اسمها closure شاطرين جدن ايه 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 حبايبي عندنا بقى سؤال number 4 و 5 عندنا question number 4 و number 5 number 4 و number ايه طبعا بذكاء كلها معهود الزكاة الخارق الزكاة الخارق سؤال نمبر 4 70 طبعا 101 و 23 طبعا 99 و هنا بيقولك الـ ايه بدلها ب6 والب بدلها ب-2 والصي بدلها ب-6 عايز ايه طبعا ب B divided C يلا يا شاطر الولد الشاطر الجميع هيفكر هيقوله ميستر الـ 100 و 1 مش ممكن اقسمها تبقى عبارة عن حكتين plus 1 ممكن اخليها 100 plus 1 صحة صحة دكتور يبقى الـ 100 هنقسمها نحسة الجالة المتحنة عليه 50 جنيه ها هيبقى الامتحان بعد الحس يعني مفيش قبل عشان مدته ساعة فالامتحان حسيتنا مثلا هتبدأ من ثلاثة لخمسة وش ودهر اه الامتحان هيبقى حسيتنا من ثلاثة لخمسة الامتحان هيبقى من خمسة لستة يعني اقول لماما عشان محدش تستعجلك ماشي الامتحان هيبقى في اخر الحس هذلك هتمتحن اوكي مش هتمتحن اوكي برضو دي مصلحتك اه هنزل لك فيديو المراجعة ده ان شاء الله هينزل خلال الاسبوع ده هينزل ان شاء الله على يوم الاربع او الخميس هتلاقي مراجعة كويسة جدا تقعد تذكر منها وترجع نفسك وتزبط دنيتك وتيجي تشوف نفسك مستوىك ايه ماشي اتفقنا عالتفاصيل عشان محدش يقولي مستر ما قلتناش ومعرفتناش الون هندرد وان دي هنقسمها هنه هندرد بلس ان او طب اون واندرد بلس اه معلش بدأ اللحم بص تأخذ السبينتين زي باية سب السبينتين زي؟ يبقى الone hundred and one خلناها one hundred plus one one hundred plus eight بص يا شاطر يا جميل السبينتين هتخش تتوزع على الاثنين بالتائمز هيبقى سبينتين times one hundred سبينتين times one سبينتين times one يبقى سبينتين times hundred سبينتين times one وفي النص في ايه؟ plus ده time is that هيطلع one seven zero zero ده time is that هيطلع seventeen ده plus هيطلع one seven one seven يبقى سبينتين بلح بلح بص تأخذ السبينتين ألف حمده شكرا سبينتين نزل الone hundred and one خلناها one hundred plus one one hundred plus eight عملنا السبينتين وزعناها بالتائمز على الاثنين سبينتين times one hundred فاكرا ما قلتلك البنوتين الحلوين دول انا هسلم على الوحدة الحلوة والوحش اقولها مش انتي بيش هسلم عليك ولا باسلم على الاثنين يبقى هقول سبينتين times one hundred سبينتين times one وفي النص plus وفي النص ايه plus ده اجيب الاجابة وده اجيب الاجابة واجمعهم على بعض الاجابة موجودة في z بص الجاية ايه 99 99 هنخليها one hundred plus one ولا one hundred minus one 99 لو شلتها بديلها بمين one hundred plus او minus انا اريد حاجة زيها يعني اشيل دي احط حاجة زيها اكيد مش حمار لدرجة one hundred plus اكيد one hundred minus اكيد one hundred ايه اصلاك مهما كنا اخذية مش للدرجة يعني 99 مين زيها one hundred minus one هيليني حبيب يبقى 99 ماشي يعني بص اللي بيصح لو هو انا مرأيه صح ولد الشطر بيقول 99 ممكن نخليها 90 plus 9 بس تقالوا الاسهل one hundred minus one هتطلع علي نتيجة اسرع وعرف هصيبها لزيها بسرعة متعرف يعني ايه اسم روبرتز يعني هلاها بدون الالة بس احنا كده كده نتأكد بالالة يعني هو يقول زي ما يقول اقول زي ما انت عايز تقول احنا بالاخر كده هنتأكد بالايه بالالة هنتأكد بالكالكليتر بتاعنا فانا قلت 99 عبارة عن one hundred minus one one hundred minus ايه one وصيب الثوينتي سري زي ما هي هوزع بق الثوينتي سري بالتايمز على الاول والتاني هوزع الثوينتي سري على الاول وعلى ايه هايب Lena ايه طيب كمم تحت مصدر هايبequين، هايب 7-7-2-2 شكرا شكرا يعني بدل الاب 6 وبدل البيب negative 2 وبدل السيب negative 6 وعمل وعمل ايه فانا هبدل الاب 6 وبدل البيب negative 2 وبدل السيب negative 6 هنا في ايه مخفي في النص او حط الاكواس وهنا حط كل ذا على الالة هيطلع كان بالالة صعبة حبيبي يبقى بعمل ببدل هشير البي ابدلها ب6 هشير البي ابدلها وهشير البي ابدلها ب negative 2 وهشير السي ابدلها negative 6 هنا في اكواس وهنا في وعملها بالالة هتطلع true بصام ايه دلوقتي دخلنا بايت دخلنا في بايتج فايف في شاشر البي يقول لحضرتك ايه بيقول لحضرتك ايه ايه بقى الراشنال نومبر levar قال لك الرassonal number دي اسمها key اسمها ايه قال لك الكيو دي اسمها rationale number اسمها رassonal ايه قال لك الكيو دي اسمها set of rationale number فيها كل الأركاب بنقول عليها all numbers ربنا يسامحني all numbers تب من معلومة دي بيش صحة أوليس انت يا صغنن انت بالنسبة لك انت كل الأركاب بالنسبة لك انت ايه كل الأرقام اللي حضرتك تعرفها موجودة في سات اسمها الكيو الكيو دي هخدتها في جريد سيكس اسمها راشمال نومبر راشمال اي ماشي فيها ايه بقى فيها ان انت يطلع لك الإجابة فريكشن او ديسيمل الزد دي كان فيها ديسيمل او فريكشن لا الزد دي ما فيهاش ولا ديسيمل ولا فريكشن اللي هي اسمها الانتجرز أما السات دلوقتي ينفع الإجابة تطلع بالديسيمل او بالفريكشن يعني حبيبي لما ايجا اقول لك السري موجودة في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موجود في الكيوب يبقى الكيوب دي ست صغيرة لست كبيرة ست كبيرة قابد انا بقولك كل الارقام كل الارقام اللي انت تعرفها كل الارقام اللي انت ايه انت تعرفها عشان فيه ارقام تانية هتعرفها في الجريد الاكبر فحضرتك لغاية دلوقتي هي بالنسبة لحضرتك كل الارقام حاجة واحدة بس مش فيها ان يبقى فيه zero تحت يبقى فيه zero مش فيه fraction zero for denominator has no meaning مالوش معنى طيب دلوقتي بيمرن حضرتك بيقولك هنستخدم نفس المسائل بس هنستخدمها في الايه؟ هنستخدمها في الدرس بتاع النهاردة اللي هو rational numbers هنبدأ من اخر سؤال في الشيت يعني حبيبي بيجي 5 هنشتغل من اخر سؤال تحت بيقولي 7 over 12 اللي هو 6 يعني 7 over 12 times 5 times 6 minus 7 over 12 والسؤال 5 22 على 25 times 6 over 11 plus 5 over 11 times 22 على 25 minus 22 على 25 بص حبيبي تعالى نتأكد الاول كل اتنين معملهم times مع بعض او لا دولة معملهم times مع بعض اوه دولة معملهم times مع بعض اوه دي بقى هنسيبها مرمية الوحدة كمشتري يا جفور هنعمل لها ايه من جبنة time is one time is one الحاجة المكررة 7 على 12 7 على 12 اكتبها مرة واحدة اكتبها مرة ايه time is ونكتب time is واحد هنفتح براكت مزقلة ونكتب اللي اتبقى ايه بقى اللي اتبقى يا قوي 5 plus 6 minus one يبقى شطابنا 7 over 12 من الثلاثة وكتبنا واحدة شطابنا time is من الثلاثة وكتبنا واحدة فتحنا اكواس وكتبنا اللي اتبقى دي بقى الالة 35 over 6 موجودة في q ببسمة closure بصر ومش عايز تكتب لها belong to q closure بس انتعرف ان الاجابة هنا كده طلعت عدد صحيح ولا طلعت rational rational فمن قولها belong to q مش belong to z هي doesn't belong to z هي belong to q belong to a طيب فريدة انسة فريدة دول ما عملهم time is مع بعض دول ما عملهم time is مع بعض دي مرمية الوحدة اتصرف ازاي time is one كده كله بقى time is مع بعض ايه الحاجة المتكرر ايه الحاجة المتكرر ايه الحاجة المتكرر 22 على 25 22 على 25 هنشطب 3 ونكتب 1 هنشطب times ونكتب times واحد هنفتح ونكتب ايه ايه بقى ايه بقى ايه بقى طبعا 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 يبقى بنشطب الحاجة المتكررة من الثلاثة ونكتب واحدة نشطب times ونكتب times واحدة ونفتح bracket ونكتب اللي تبقى بص كده عايزك تحل 3 و 2 بسرعة السؤال 3 و 2 هنعمل فيهم time is 1 ولا لا لأ عشان دول كده ما عملهم time is مع صاحباتهم يعني بص الجميع السؤال number 4 9 over 17 times 21 minus 9 over 17 times 4 بحل فورة بعد كده 3 هجمان عايز 3 و 4 5 over 11 time is 1 على 7 plus 5 over 11 time is 6 على 7 بص مستر ده معمول له time is مع صاحبتها تمام ده معمول له time is مع صاحبته تمام الحاجة المتكررة مين 9 على 17 هنشطبه ونكتب واحدة من نوم هنشطب time is ونعمل time is واحدة من نوم اللي تبقى 21 minus 4 ده كله بالقالة كام 9 موجودة في Z وفي Q هنقولها belong to Q يبقى اسمها closure معمول له time is مع صاحبتها تمام ده معمول له time is مع صاحبتها هنشطب الفراكشن المتكرر 5 على 11 ونكتب واحدة من نوم هنشطب time is ونكتب يا عالية times واحدة بس من نوم هنفتح براكت مزاقلة جميل شوي المستر بتاعك وتكتب اللي تبقى فيه وان على 7 وان على 6 على 7 دي كلها تطلع 5 12 على 22 plus 19 على 35 plus negative 5 over 11 plus 6 على 35 وقال لك حلل سؤال بالمنظر ده بص حضرتك هنا هو عايز حضرتك تهل بدون استخدام الآلة انا كمدرس كولد قوي كولد قوي مع دايما الدنيا دي ولد شاطر قوي ولا حد ضعيف لو ولد شاطر قوي حيبص على الدونومريتور السين اللي الدونومريتور بتاعهم شبه بعض مين الدونومريتور بتاعهم شبه بعض ينفع نجمعهم على بعض بسهولة 4 5 وان على 5 لما نجمعهم يطلعوا كم طب دي رقم وعكسه لما نجمعهم على بعض يطلع كم 0 كده نحلتها ولا لا يبقى بدور على الدونومريتور ببص على السين دونومريتور اللي تحت شبه بعض بنحطهم جنب بعض بنحطهم جنب ايه؟ يعني مين اللي تحت بتاعهم شبه بعض 4 على 5 وان على 5 دولة شبه بعض الدونومريتور بتاعهم شبه بعض طب وده 3 على 7 وبص على 3 على 7 دولة الدونومريتور بتاعهم شبه بعض فهنحطهم جنب بعض يعني يا مستر هجيب ده جنب ده ليه؟ عشان يا مستر الدونومريتور سئين ينفع جمعهم بسهولة يعني عشان اللي تحت بتاعهم شبه بعض فهدولة سهلة قوي نعمل لهم ايه؟ بلس سهلة قوي نعمل لهم ايه؟ بلس يعني هقول فورة على 5 بلس 1 على 5 بلس 1 على ايه؟ علشي؟ هجيب لك بمبون يبقى هجيب فورة على 5 فورة على 5 مع وانا على 5 فهجوهم جنب ايه؟ ونرمي دولة مع بعض في الاخر نجاتف سريع على 7 بلس سريع على 7 الترتيب ده سوى شاطريك كامياتف برافو برافو ايليم هنحط كل اتنين صحاب مع بعض عرض الصحاب فاكرينه بس ده في البلس يعني اول اتنين حطوهم مع بعض في اكواس وتاني اتنين حطوهم مع بعض في اكواس يعني فورة على 5 بلس 1 على 5 ونجاتف سريع على 7 بلس 3 على 7 الاقواس دي اسمها ايه بقى associative اتنين حطوهم اتنين حطوهم اتنين حطوهم ماشي هات اجابة اول اتنين مع بعض اول اتنين بالقالة او بدماغك اجابتهم كام ودولة اجابتهم كام 1 بلس 0 هيطلع كام 1 موجود في الكيو يبقى اسمه يبقى الشاطر اول خطوة طبعا فيه شاطرين هيقولك مستر هنا فيه additive inverse حاجة وعكسة ممكن تروح جايب تطلع سهم كده وتقول اسمها additive inverse وممكن هنا تقول لي دي اسمها additive identity ايه حبيب نعيدة تانية بعد كثرة الحمد لله اول خطوة بالرتب على حسب السم دونامريتور بالرتب على حسب السم ايه يبقى فور على 5 و1 على 5 والاثنين العكس بعض الترتيب هحط اكواس على اول رقمين وحط اكواس على اخر رقمين اسمها السوشتب اسمها ايه اول اتنين مجموعهم 1 واخر اتنين مجموعهم 0 1 بلس 0 هيطلع 0 يبقى اسمها اتنين مجموع حبابي بص الجاية مستر وبص هي دي شبه دي بص مستر دي مش شبه دي اللي تحت مش شبه بعض بص هامل ايه حط دي على الالة ودوس ايكل يعني اعمل تان على 22 دوس ايكل تان اوبر 22 ودوس ايكل تان اوبر 22 بتطلع كم يعني دي 5 اوبر 11 دي 5 اوبر ايه تنبص لما جرتب قولي كده بزكاءك الخارج اللي محدود الزكاء الابنورمال قولي حضرتك هتجيب مين جنب مين يا سكر جنب 5 اوبر 11 جنب مين جنب 5 على 11 واجب ده جنب ده 19 على 35 plus 6 على 35 الترتيب اسمه ايه commutative احط اول اتنين في اقواست واخر اتنين في اقواست اسمها ايه بقى associative يبقى 5 اوبر 11 plus negative 5 اوبر 11 وهنا 19 على 35 plus 6 على 35 ده بلاس ده بكام يا شاطرين zero وده بلاس ده يعني 5 على 7 لما تتجمع بالقال zero plus 5 على 7 هيطلع 5 اوبر 7 موجودة في كيو هي بقى اسمات لوجور ايه بقى جبنا ده لوحدها وده لوحدها جمعناهم بص يا حبيب انا عايزة حلل المسألة دي باستخدام الخطوات اللي انا عارفة برتب على حسب الدنوماريتور برتب على حسب الايه يعني اللي تحت شبه بعض باجبهم جنب ايه فمين اللي تحت شبه بعض هو ايه اللي انا عملته في اول ستب عمدت تاني على 22 بالقالة ودوست ايكوال طب ايه اللي اعرفت ان انا هنحط حاجه على القالة عشان لقيت اللي تحت بالشبه ايه فانا رح تجيت حطيت دي على القالة ودوست ايكوال فطلعتلي 5 على 11 فجبت ال 5 على 11 جمي نيجة ال 5 على 11 وجبت ده جنب ده وجبت ده جنب ايه الترتيب اول اتنين في اكواس اخر اتنين في اكواس يباس مع اصوشتر جبت ده الواحد وجبت ده الواحد وجبت ده الواحد وجمعناهم على بعض معين ايه بصوا لست اشتبقوا فهمين انا عامل حسابين انت تتفرج على الفيديو ده تاني فهم قصدي ايه لان انا بشرح درسين احنا الغد الوقت من اول ما ابتدنا الترم بشرح درس واحد فالنهاردة حصل ايه درسين فالموضوع اكيد ايه فانا فهم انا عارف انا بعمل ايه ايه عايز تخليهم في اول حاجة ماشي اه براحتك تبدأ بايه انت حاجة انت عايزة ايه حبايبين خش على ترنزا بيج كده عنا خلصنا الصفحة دي فيه صورين فوق بالقالة دون حتيوموا على القالة والقالة تدوس لكم بص بقى دخلنا على بيج جي سيكس يعني ايه ملتبليكاتف انفرس بقى ملتبليكاتف انفرس ملتبليكاتف انفرس معناها شقلب يلا عايز حد يساعدني عايز الملتبليكاتف انفرس بتاع 0.3 ممكن نرفع ايدينا هاسألك وتجاب معايا الامر ابو نضار اسمك ايه زينا دي كم ازا فريكشن اوبر 10 هو يعني ايه ملتبليكاتف انفرس شقلبها شقلبها بقى تبقى كم على كم 10 10 السؤال نمبر 2 عايز الملتبليكاتف انفرس بتاع 7 اوبر 9 عايز الشقلبة بتاع 9 9 7 السؤال التالت عايز الملتبليكاتف انفرس بتاع 7 7 7 شقلب عايزة شقلب الامر ده شقلبيها دي اوبر 1 دي اوبر ايه النيجاتف بيتساب وشقلب الارقام تبقى وانا على سنة 9 ماليش دعا بالنجاتف بيتساب بيتساب ملتبليكاتف انفرس ست ليم النيجاتف وشقلب الارقام الامر ده بيقولي الملتبليكاتف انفرس بتاع نجاتف كورتر برافو ماليش دعو بالنغتف انا بشاقلب بس فور على 1 يعني فور هو الوان تحت لي لازمة يبقى نغتف فور السؤال 5 عايز الملتبليكيتف انفرس لتوان سير يعني عايز حضاريك تشيالي بها تجابينا بنبداله دي حولها فراكشن الاول كام على كام شفت فراكشن هتطلع 7 على 3 شاقلبها بقى 7 على 3 شفت فراكشن بتعمل 2x3 plus 1 هتبقى 7 على 3 شاقلبها 3 على 7 بحولها لأول لفراكشن بعد كام بشاقلبها 6 دلوقتي بقى دخلنا في خلي بالكواب فراقوا ها هنا ابتدى في 7 يقول additive inverse يعني غير السين additive inverse وهنا additive inverse 6 معلتش بفي تصليحة بيقول لي the multiplicative identity multiplicative identity اشتب inverse وخليها identity انكيو يعني بيقول لك مين الايدنتي اللي مالوش لازمة في الملتبلاي في الطايمز مين الرقم اللي مالوش لازمة في الطايمز وان طبعا السؤال نمبر 7 عايز additive inverse يعني additive inverse يعني غير الإشارة يعني بسطف سريع على 4 الـ inverse بتاعها بغير الإشارة additive inverse يعني change sign change sign يعني بسطف هيبقى negative سريع على 4 يبقى معنى additive inverse يعني يغير السين غير الإيه بتفرق ما بينه additive inverse معناها إيه غير الإشارة لو بسطف يخليه ولو نيجاتف يخليه أما multiplicative inverse يعني شقل طب عايز additive inverse بتعديه هغير السين لو نيجاتف يخليه بسطف 2 على 5 question 9 ده سؤال هايستندر أول طلبة ده سؤال أول طلبة حدها في حليو ما تكت 3A بيسوي 27 وAB بيسوي 1 عايز يعرف B كام ده سؤال أول طلبة يعني عايز حده مميز جدا كمان فكر هتفضلي صح ايه بيت الشاطرة دي بتقول مش عيده تاني السؤال ده لأن ده سؤال الأول طلبة يعني بيحلوا الأول بس فهنا سؤال الطايمز هيتقلب الطايمز هيتقلب الطايمز هيتقلب ايه هنعمل 27 تفضلي سؤال سؤال هيتطلع لأيب 9 هيتطلع لأيب كام جبنا لأيب 9 هيتطلع مميز مخفية مميز مخفية طايمز كام يديكي 1 على ايه يعني 9 دي over 1 شأل بها يبقى البي 1 على 9 لأن 9 times 1 على 9 بيطلع كام 3 times 1 على 3 4 times 1 على 4 5 times 1 على 5 يبقى لو الايب 9 9 times كام يديني 1 شأل بال9 تبقى 1 على 9 شأل بال9 يبقى 1 على ايه يبقى كده البي 1 over 9 وده سؤال high standard يعني high standard يعني بتاع ناس acquire بس يعني لابن 3 و A في times هيتطلع divided 27 divided 3 هيتطلع 9 جبت الاب 9 عود هو بيقول لك A B بيسوي 1 يعني A times B بيسوي 1 الاب جبناها 9 9 times كام يديني 1 هنشأل بال9 تبقى وان على 9 عشان أي رقم إجابة في الآخر ب1 إجابة في الآخر بإيه بصراحة مش مركز انت شاطر ولا لأ بس ده سؤال عايز حد قوي السؤال اللي وراه السؤال number 10 بيقول لي X بنيجاتي third بدل X بنيجاتي third والY بسري على 4 والZ بنيجاتي 3 عايز X على Y minus Y على Z مستر بص إحنا هنبدل X بنيجاتي third ونبدل Y بسري على 4 ونبدل Y بسري على 4 ونبدل Z بنيجاتي 3 بص بقى خليك سويا بقى مش تعرف تكتبها كده بص هتكتب ايه هتكتب negative 1 على 3 الشرطة دي معناها divided الشرطة دي معناها ايه 3 على 4 minus الشرطة دي هتكتب 3 على 4 divided negative 3 حط ده كله على الآلة negative 1 على 3 divided 3 على 4 minus افتح cos 3 على 4 divided negative 3 حط لي كلها كده على الكالكليتر قول لي اتطلع لك كام كل ده بالكالكليتر عايز بس حد شاطر يقول لي الإجابة لازم اتنين شاطرين يقول لي نفس الإجابة كام negative 7 over 36 negative 7 على 36 طبعا دخلت في الأسئلة العالية فشغال يبقى بدل x ب negative third بدل y ب 3 على 4 بدل y ب 3 على 4 بدل z ب negative 3 اعمل لهم divided ده الوحده ده الوحده لازم تحط اكواس وفي وفي النص minus السؤال 11 عايز additive inverse بتاع negative 6 على negative 11 بس اول حاجة النجاتيب بيروح مع النجاتيب النجاتيب بيروح مع ايه دي كده كأنها 6 على 11 معنى additive inverse يعني حضرتك هتغير الاشارة لو بصتب هتبقى negative 6 على 11 دي كده الاجابة وما تشرح ليش يعني تشرح ليش وانت بتحل يعني انت عارف ان النجاتيب رحت مع النجاتيب بقت 6 على 11 بقت 6 على ايه معنى additive inverse يعني غير الاشارة يعني negative 6 على 11 خلص وعمل لي كميش عايزة ماشي يبقى النجاتيب مع النجاتيب رحت بقت 6 على 11 additive inverse معناها غير الاشارة لو بصت في 6 على 11 هغير الاشارة تبقى negative 6 على 11 السؤال نمبر 12 لو عايزة حول حاجة البرسنتج فاكر كنت بعمل ايه اي حاجة عايزة حولها البرسنتج بعملها time is 100 بعملها time is 8 هيطلع 21 يبقى هعمل time is 100 حتى تتحول برسنتج حتى تتحول ل ايه اخر صفحة ايه حبايبي معنا هلا طيب بص معي الهلا بقى دلوقتي بص حبايبي عشان معلومة دي جديدة بالنسبة لك 0.12 bar اه افجأك معلومة جديدة بالنسبة لك كمدرسين في الكتاب الجديد نسمع بقى 0.12 bar الbar دي معنى ان رقم ده بتكرر الbar اه الbar ده معنى ان رقم ده بيتكرر فحاجة بيكتبها ازاي على الالة بمتكتبش على الالة بص انت كتب ازاي 0.12 ده يعني الرقم ده حصل له repetition حصل له repetition تكرار عطاها تكتب 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 لغاية لما قالتك تعمل لك ساهم كده غريب على الان قالتك عملت الساهم اول ما تعمل الساهم دوس equal 4 over 33 دي كده الاجابة طب مستر لو انا عادت زاود 12 اكتر اعدت اكتب 12 12 12 12 12 من هنا البكرة تتوقع الاجابة هتتتغيره وتفضل زي ما هي زي ما هي معنى ان قالت طلعت الساهم معنى انها فاهمت ان انت عايز تكرر معنى انها فاهمت ان انت عايز ايه فهي كده فاهمت منك ان انت عايز تعمل repetition فهي كده تجبت لك الريزلت الاخير ايه فهم بص يا حبيب بص يا كوك يا صغنن يا جميل بنعمله 0.12 12 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 اي بص عمال الساهمة جس اي كوك اتطلع 4 على 33 بص يلا يا جميل اللي وراها 0.4 bar الbar ده معنى الرقم ده يحصل له هي جميل يا سكا اتكرر يبقى اكتب 0.444444 4444 4444 اعتلاها لغاية ما قالتك الساهم يعمل لك كده هدوس equal هيبقى 4 على 9 هيبقى 4 على ايه كلنا طلعناها بـ 4 over 9 طب انا لو دست قبل ما السهم يطلع حلك هيبقى غلط القلة ما فهمتش اللي انت عايز تكرر يعني لازم القلة تفهم انت عايز تكرر يبقى تلاقي السهم ده يطلع اول ما السهم يطلع ادوس equal بعد ما ادوس equal يبقى فهمت يعني الناس الجميلة السؤال اللي وراءنا برسري عمل لي 0.18 بار ده مستقر هنا الربطation حاكتب 0.18181818181818 2 over 11 السؤال فول جايب لي البر 0.213 بار يبقى اكتب 0.213 213 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 223 226 23 229 226 229 229 23 23 229 23 229 23 23 23 23 229 هاي طلع 23 على 99 ربنا ايه دي ربنا ايه الله يا ربنا ايه 6 2 على 3 بلس X بيساوي 2 على 3 بيسألك X كده بكام اشتب دمعة ده يبقى رقم مالوش لازمة في البلس يبقى X في 0 يحمار لان ده بلس الرقم اللي مالوش لازمة في البلس هو الزيل اه السؤال 7 عايز الاداتيب انفرس بتعني جاتيب سريع على 4 عايز سريع على 4 عايز سريع على ايه ده معانا الاداتيب انفرس السؤال اللي وراه بيقول لي في question 8 40% minus 3 and half هتعمل 40 shift or cost شمال minus shift fraction وتب تب 3 and half طبعا اتوا الى بسرعة عشان اعرف ان انت عايز تشليوني ساقوانا احيجا حبيبت بتعملوش حاجة حبيبت انت قلتك عندك اخوات في سنة حبيبي انا صلحت لك الالة لك ببايزة 40% shift or cost شمال minus shift fraction سبيه حبيبت سريع سبيه حبيبت بتشرييش لحد حالي 1 و 2 هيتطلع نيجاتيب سيرتيوون على تاني صح؟ 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 الحمد لله هيتطلع نيجاتيب سيرتيوون على تاني نيجاتيب سيرتيوون على ايه? السعيد نيجاتيب سيرتيوون على ايه؟ الصحيح نيجاتيب سيرتيونا عائز تتعبتو نعائل على الشقلبة بقى عشان عايز multiplicative inverse يعني شقلب هتبقى سرتي سريع على 4 سرتي سريع على ايه السؤال نمبر 10 بيهالي multiplicative inverse بتاع 60% هكتب 60% على الالة ده سريع على 5 انا عايز الشقلب بتاعته 5 over 3 السؤال نمبر 11 بيقولي الرقم اللي ماينفعش يتشقلب الرقم الوحيد اللي ماينفعش يتشقلبه 0 السؤال نمبر 12 بيقولي الـ a-1 على 5 has no multiplicative inverse يعني ده ماينفعش يتشقلب لما الـ a مالوش multiplicative inverse لما الـ a تكون بكام معلش بص السؤال ده مكتوب غلط a-1 على 5 has ولا قوميش نفس المعنى بيقول هزا multiplicative inverse لما الـ a مش بكام يعني حبيبي ده بيقولك مالوش multiplicative inverse لما الـ a تبقى بكام يبقى مالوش اه لما يبقى 0 فوق لما تيجي تشعلي بقى تبقى فايف على 0 الرقم اللي يخلي بقى ايه رقم ايه اللي يخلي ده ب0 وان وده سؤال high standard ده سؤال high standard يعني مصر ده بيقولك مالوش multiplicative inverse امتا لما اللي فوق يبقى 0 لما اللي فوق يبقى ايه الرقم اللي minus 1 يطلع 0 وان عارف لما عمل 1 minus 1 يطلع 0 على 5 في وجه شقلبها تبقى 5 على 0 يبقى الايه هنا بكام عشان ما يخليش ده 0 وان اخر سؤال question 13 negative 4 على 5 times cam يطلع 1 اي حاجة times الشقلبة بتاعتها بيطلع 1 اي حاجة times الشقلبة بتاعتها بيطلع كام شقلب هيبقى negative شقلب الفراكشن يبقى 5 over 4 بسم الله بقى حبيبي اول حاجة هنتكلم عليها حاجة اسمها الانجل يعني ايه كلمة انجل اصلا ايه لحضرتك لو عندي ري وزودنا عليه ري تاني يعني ري وري التو ريز دولة ما بينهم حاجة اسمها انجل ما بينهم حاجة اسمها ايه يبقى الانجل بنقول عليها يا جميل يا شاطر union of two rays union of two ايه يعني ري وري نزودهم علي بعض بيديني حاجة اسمها انجل بيديني حاجة اسمها ايه انجل قالك الانجل دي تعرفها اللي حضرتك لازم تبقى عارفه union of two rays والسيم starting point والسيم starting ايه يعني ري وري نزودهم علي بعض وليهم نفس الstart point بيبقى حاجة اسمها انجل بيبقى حاجة اسمها ايه يبقى هي الانجل يبقى هي الانجل union of two rays with same starting point with same starting a بيقولك الانجل دي ممكن نقولها ياب حرف ياب ثلاثة يعني ممكن اقولها انجل ايه واسكت اسمها انجل ايه وسكت مفيش كلام تاني او ممكن اقولها بثلاثة حروف والحرف الايه لازم يتحط في النص يعني الفيرتكس بتاعها لازم يتحط في النص يعني ممكن اقولها كده انجل الحرف اللي في النص ايه من الحرفين اللي على الجوانب بقى بي و سي او ممكن اقولها او ممكن اقولها برضو انجل ايه الحرف في النص واقولها cba يبقى اي انجل لها كام طريق كتابة تلاتة يقولها انجل يا اما اسمها b a c يا اما اسمها c a b عندك مشكلة في دي؟ طب بيسألك في التعريف ازاي؟ عندنا نادرا ما بيجي يقول لي تعريف الانجل اي يعني مستحيل يجي يقول لك تعريف الانجل فانت بتقول له تعريف الانجل union of two rays مش لازم بيتيجي كده بس بيسألك فيها بزكاء يجي يقول لك بي اي ري أعرف يعني ايه یونيون صح؟ يعني ايه یونيون؟ زود زود عليها بي سي ري لما نزود ري على ري ري بي اي أزوده على ري بي سي ايه النتيجة اللي بتحصل؟ لو ري يونيون ري بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي أنجل أنجل اسمها ايه؟ الحرف المتكرر مين الحرف المتكرر عند حضرتك هنا؟ بيبقى أقابتي أنجل بي أو ممكن أحط الحرفين البقية على الجوانب يعني أقولها ABC أو CBA صح ولا لا؟ يبقى الحرف المتكرر هو Vertex بتاع Angle هو Vertex بتاع A يعني لما أقول لحضرتك كده A, B, R, Union A, C, R الإجابة هتبقى Angle دي علامة Angle Angle مين بقى؟ من الحرف المتكرر A يبقى اسمها Angle A معي الشاطرين الجمال الأسكية؟ طب لو قال لحضرتك كده X, Y, R Union, X, Z, R حيسوي نقط فكر ورد مين الحرف المتكرر؟ X الحرف المتكرر X يبقى أجابتي Angle X طب عايزة أشيكها؟ أخليها شكلها أشيك؟ هحط مين على الجوانب؟ Y و Z Y و A معي الجمال؟ يبقى الحرف المتكرر هو اسم Angle هو اسم الإيه؟ Angle صعب الكلام ده؟ طيب أول صفحة كده في الشيط الجميل بتاع حضرتك لو فتحته هتلاقي بيقول لحضرتك تعريف الانجل بيقول لحضرتك في البيج الأولى عندما يكون لزرحة بأسنى الحصة لديك سؤال assisted باونس حصة اليوم ستكون سؤالين باونس يعني ستكون سؤالين باونس 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 وبيقول لك الانجل يبتتقرى يبحرفي يبتلاتة وبيسألك على اول سؤال النهاردة A B R Union A C R والسؤال الثاني X Y R Union X Z R والسؤال الثالث R X R Union R Z R يلا بينا اول واحد اللي عارف اجابة السؤال الاول raise your hand on your desk يلا الامر دي tell me your name first your name جود يلا انسى جود angle repeated element هنا A يبقى اجابتي angle A next بيقول لحضرتك X Y R Union X Z R tell me your name first طارق يلا يا طارق angle الحرف المتكرر angle X question number 3 بيقول لحضرتك R X R Union R Z R equal dots angle repeated letter angle R angle A نخش خلص نخش بقى types of angle بيقول لحضرتك يا ناس يا جميلة يا زكية يا مميزة عندنا السنة دي six types of angles عندنا ستة انواع من angles ايه هم بقى angles دي قال لك اول نوع من angle اسمه zero angle اسمه ايه zero angle ده باين من اسمه مش محتاج منك ذكاء او عبقارة قوي بيبقى الري الاولاني بيكون الري التاني coincident on it بيبقى two raise coincident to each other يعني التوريز على بعض التوريز على ايه المجر بتاعها بكام بالزكاء zero يبقى zero angle هي angle المجر بتاعها بكام zero يبقى zero angle هي angle المجر بتاعها zero النوع التاني حضرتك عارفه اكيد اسمه acute angle الاكيد angle حضرتك عارفها اللي هي الانجل اللي بقها صغير وما بتاكل الشدي الانجل اسمها acute اسمها ايه بتبقى more than zero و less than 90 بتبقى اكتر من zero و less than 90 و less than ايه يعني اكتر من zero ديجري واقل من 90 ديجري يعني 10 50 40 60 89 45 كل دي بيسموها acute angle بيسموها اكيد ايه الاكيد angle دي بتبقى اكتر من zero واقل من 90 اكتر من zero واقل من ايه ديو بيسموها ايه بقى acute angle اسمها اكيد ايه يبقى الاكيد انجل لها رقم محدد ولا ملهاش رقم محدد ملهاش ملهاش معرفش بكم بالضبط هي رقم يا ازياد من zero يا اقل من ايه يعني لما اجا اقول لك 70 نوعها ايه 50 80 10 1 degree acute طب 89 ادم اقل من 90 باسمها acute اقل من 90 باسمها ايه النوع التالت بقى ده اسمو right angle اسمو right ايه ودي بتبقى just 90 just ايه يعني 90 بالضبط شرب يعني بص عارف لما تيجي تبدأ في معالك بالضبط 90 just 90 just ايه 90 بالضبط ما ينفعش 90 point one لو 90 point one بقيت نوع تاني احنا بنقول 90 بالضبط يبقى نوعها right angle نوعها right a 90 degree الطيب بتاعها right angle right a 90 degree بتبقى right angle طب 70 accurate 50 80 zero 90 right angle نصحبها ونبقى من التواهان دا نركز 90 degree نوعها right angle نوعها a angle النوع number four الانجل اللي انا بحبها قوي عندها كرش وحلوة كده اسمها obtuse angle اسمها obtuse a بتلاقي angle مزا لطا كده وحلوة كده وعندها كرش دي اسمها obtuse angle دي اسمها obtuse a دي بتبقى more than 90 more than a 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 d بتبقى ازياد more 90 less 180 less one a يعني اكتر من 90 واقلة من 180 اسمها اي دي بقى obtuse اسمها اي obtuse طب دي رقم شرب ولا رقم flexible marine يعني marine شوية ممكن تبقى 110 100 120 150 170 كل دي اسمها obtuse 91 obtuse عدت 90 179 obtuse 150 obtuse طب يبقى واحدة واحدة يبقى احنا الغد الوقت اخذنا four types of angle 00 0 اي والرعت 90 والرعت اي يبقى في 72 عرفين 0 0 والرعت ب90 والرعت باي مين بقى الاثنين اللو flexible شوية ال acute الاكيد اكبر من 0 واقل من 90 دي اسمها اكيد والاكيد اكتر من 90 واقل من 180 واقل من 180 ايه؟ نيجي بقى للنوع number 5 اسمه ايه number 5 اسمه straight angle اسمه straight ايه؟ ايه بقى straight angle دي قال لحضرتك type number 5 اسمه straight angle straight angle دي بيبقى الميجر بتاعها بيبقى الميجر بتاعها 180 ايه بيبقى شكلها عامل كده دي اسمها straight angle اسمها straight ايه لو حضرتك بصيت في بتلاقي من 0 ل 180 اسمها straight angle اسمها straight ايه بيبقى الميجر بتاعها 180 degree just 180 ايه يعني ولد زيد point one ولد l one يعني هي 180 بس لما الميجر بتاع الانجل يبقى 180 degrees يبقى اسمها straight angle اسمها straight ايه اخر نوع بقى angle من زقلطة over اسمها reflex angle بس الزقلطة بتاعتها not accepted يعني زقلطة بتبقى كبيرة over بتبقى more than 180 more than كام 180 ولا less than 360 ولا less than ايه 360 يعني بسطر دي بتبقى رقم كبيرة 200 300 250 350 350 310 دي بتبقى angle اكتر من 180 اكتر من 180 واقل من 360 ودولة الستة انواع اللي علينا المجر بتاعه نعيد بقى تاني في تلاتة 70 اللي هو zero بزيرو والرائت ب90 والاستريت ب180 تاني بقى الزيرو بكام 0 الرائت 90 الاستريت 180 180 100 ايه مين بقى التلاتة الفلكسبل التانيين الاكتر والاوبتوس والرفلكس الاكتر ما بين الزيرو والنينتي ما بين الزيرو والإيه طب الاوبتوس ما بين النينتي والوان ايتي اما الرفلكس اكتر من 180 واقل من 360 مركز يبقى ستة انواع من التلاتة السبتين اسألك ورود 0 90 رائد 180 ستري 50 اكتر 100 200 ريفليكس 200 طيب صعبة نرجعهم تاني قبل ما نبدأ الزيرو بكام الاكتر ما بين الزيرو والنينتي ما بين الزيرو والإيه 90 الريت 90 الريت ايه 90 الاوبتوس اكتر من 90 واقل من 180 اكتر من 90 واقل من 180 180 اكتر 180 الريفلكس اكتر من 180 واقل من 360 لو حضرتك بصيت في الشيت طبعا البوكلت بتاعي لسه ما كملتوش لان مستني كتاب المدرسة الرسمي ينزل احنا نزل الكتاب الماس اللي هو رياضة بالعربي فحنا عملنا ايه انا ترجمت بس الدرس الاول فبقى ترجم دلوقتي بقيت الدروس والمفروض ان حضرتك من الحس الجاية ان شاء الله هتستلم البوكلت بتاعنا فيه بوكلتين واحد الجبرا واحد جامت ده ده هيبقى من الحس الجاية لكن احنا النهاردة هنشتغل من الشيت ده لاخر الحس يلا turn the page بقى احنا دلوقتي page 2 مكتوب عليها types of angle الستة انواع اللقصات حضرتك مرسومين عنك في مشكلة فيه يعني شارح لك الحاجات لو حبي تذاكر لوحد تعال بقى نخش على page number 3 360 0 بس مش عندك السناد عليك فقل سنو ان شاء الله السؤال الاولاني بيقول لك type of the angle عايزك تحدد type of angles وبيقول لحضرتك اول سؤال 54 تاني سؤال 90 ممكن تفكر لوحدك سؤال 3 0 سؤال 4 120 سؤال 5 180 سؤال 6 179 سؤال 7 320 سؤال 8 200 30 العرب يرفع يد ويساعد يلا بينا 54 can you tell me the type of this angle قولي نوع الانجل الامر accurate your name first please your name ما درستي عمالك ماشي يبقى 54 نوعها accurate angle next الجميل الحليو 90 90 نوعها right angle excellent tell me your name right angle next بنوطة جميلة الامر مندار احب مندارات اوي zero angle نوعها zero angle يلا اللي جاي 120 دي الامر ده obtuse دي المزالات الحلوة دي obtuse angle اللي بعديها 180 degrees 180 degrees straight angle excellent اللي بعديها 179 اسمك اي حبيب عمال يلا يا عمال 179 obtuse excellent مدرستي عمال ايشي حبيب نيجي للانجل 320 320 اللي بس صرحة صودة اسم حضرتك زينة يلا يا زينة 320 نوعها ايه reflex دكتوريتنا البنوتة الجميلة دي لا الوروك ايوة اسم حضرتك مريم عملا ايه انيسة مريم لو قلتلك الانجل 200 نوعها ايه 200 اكتر من 180 obtuse ال obtuse اخيرها 180 اللي جنبها excellent reflex بص حبيب الحمد لله عندي صفة لما ببص اللي قدامي ببقى عارف وفاهم ولا لا فنركز اكتر نركز ايه اكتر يبقى لا اكتر من 180 اسمها ايه reflex angle اسمها reflex ايه 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 نرجع تاني بيقول لحضرتك عندنا حاجة جديدة اسمها adjacent angle اسمها adjacent ايه ايه يعني ايه adjacent اصلا كلمة adjacent دي معناها جنب بعض adjacent angle معناهم جنب ايه بيقول لحضرتك هنتكلم عن نوع من الانجل اسمه adjacent angle اسمه adjacent ايه يعني اصلا كلمة adjacent adjacent البنوتة الجميلة دي والبنوتة الجميلة دي كده هم adjacent البعض يعني ايه adjacent يعني جنب بعض جنب ايه يبقى يعني adjacent جنب adjacent يعني adjacent يعني مميز اخدت بلي منك adjacent angle معناها ادي انجل ودي انجل الانجل دي والانجل دي اسمهم adjacent اسمهم ايه عشان لازقين في بعض عشان لازقين في ايه طب ام تقول عليهم adjacent قالك لما يحققوا شرطين الشرطين اللازم يحققوا قالك لازم يقول لهم common vertex يعني ايه common vertex سأقول لك يعني ايه common vertex يعني بص a dee ray وديري طلعين من vertex واحد صح دي الانجل الاولى اللي بالأسم بص الانجل اللي بالأزرق a dee ray وديري طلعين من النقطة واحدة ولا لا يبقى كلهم ليهم common vertex ليهم common a الحاجة الثانية لازم يقول لهم common sight يعني ايه common sight يعني فيه side مشترك لو اخدت بلك و انا بعمل بالازرق angle الاول اهي طب بصري بالاسود angle التانية اهي فيه خط تعد عليه مرتين ده بيسموه side مشترك بيسموه side a بيقول عليه common side يبقى امتى نقول ان two angles دولة انه هم adjacent لما يكون ليهم side مشترك ويكون ليهم common vertex ويكون ليهم common a يبقى امتى نقول ان الانجل دي انه هي adjacent لما يكون ليهم common vertex و common a طب يعني ايه adjacent اصلا يعني جنب ايه يبقى يعني ايه كلمة adjacent يعني جنب ايه بعض طب مستر سوئيه طب يعني مثلا قلت لك و الانجل دي دولة كده adjacent ولا لا لا طبعا دولة مش adjacent ليه مش adjacent عشان مالهمش common vertex و مالهمش common side فبالتالي دولة ما اسموهمش adjacent دولة ما اسموهمش ايه امى الامتى نقولها عليهم adjacent لما يكون ليهم side مشترك و يكون ليهم common vertex و يكون ليهم common a قال لك كمال لازم يكون common side between outer side يعني لو دي كده و دي كده لازم side المشترك يكون في النص لازم side المشترك يكون فين ما بين two outer side ما بين two outer a عارفين يعني ايه outer outer side اللي هو الخارجي ماشي قال لك بندرس من ال adjacent angle نوعين بندرس من ال adjacent angle كم نوع نوعين مين ال two adjacent angle اللي احنا عنا ندرسهم السنة دي بص بقى بص معايا كده اول نوع اسمو complimentary angle اول نوع اسمو ايه ربيت افتر ميه complimentary 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 النوع التاني اسمو complimentary تعال بقى نفهم ايه complimentary قال لك كده بتوع الماس في كل الدنيا حبوا يعملوا سيم يعني ايه سيم؟ بتوع الماس دايما بيحبوا يختصروا الكلام ما يعدش حبي يقعد يلوك كتير لسه يقعد الوك معاك وقول لك كلام كتير قال لك ما احنا ممكن نقول كلمة واحدة تعبر عن الكلام الكتير قوي ده قال لك احنا هنقول ان كلمة complimentary دي معناها معناها two adjacent angle two adjacent angle السم بتاعهم كم؟ يعني two angle لما نجي نعمل لهم بيطلع 90 بيطلع ايه؟ ده معنى complimentary ده معنى ايه؟ يعني ايه complimentary يعني two angle السم بتاعهم كم؟ 90 two angle السم بتاعهم كم؟ 90 طب ودي اسمها ايه؟ complimentary complimentary يعني بص اختصرنا لك كتير بدل ما اقول لك two adjacent angle zero some 90 بدل ما اقول لك ده كله هقول ايه؟ complimentary هقول ايه؟ complimentary انت بتفهم ايه اول ما اقولها معناها انجلين انجلين two angle مجموعهم على بعض ب90 مجموعهم على بعض بكام؟ 90 يعني زي ايه؟ معنى الشي الالم بتاعك معنى الشي الالم بتاعك معنى الشي باخد حكتك كتير معنى الشي استعملين معنى الشي دولة كده complimentary angle دولة كده complimentary ايه؟ يعني ايه complimentary angle يعني انجلين ب90 انجلين بايه؟ 90 طب انا لو شلت ده ركز قالك هيبقى ال outer side perpendicular ال outer side ما لهم؟ يعني ايه outer side ال outer side اللي هي السايد اللي من برا ال outer side اللي هي السايد اللي منين؟ من برا قالك ال outer side بيكونوا perpendicular ال outer side بيكونوا ايه؟ يبقى الشاطر لو انا عمل كده دولة كده اسموها مي؟ complimentary دولة اسموها مي؟ complimentary لو شلت ده وقلت ده وقلت لك ال outer side ما لهم؟ وقلت لك ال outer side ما لهم؟ بص حبايا بيجي يقول لحضرتك الانجل اللي المجر بتاعها 60 بتعمل complimentary الانجل اللي المجر بتاعها كام الولد الشاطر القوي لما بيفهم هو فهم يعني ايه compliment يعني ايه compliment يعني 2 angle ب90 يعني 2 angle بإيه قال لي واحدة منه 60 واحدة منهم ايه 60 يبقى بقيت 90 كام 30 مركز مركز هو قال 2 complement angle 2 complement ايه يعني 2 angle ب90 2 angle بإيه 90 قال لي واحدة منهم 60 واحدة منهم ايه 60 يبقى بقيت 90 كام 30 هنعمل 90 minus 60 هيطلع 30 هيطلع ايه يبقى الانجل البقية هتبقى ب30 مش احنا متفاقين انه complimentary يعني 2 ب90 لو هو قداني واحدة 60 يبقى بقيت 90 كام 30 بقيت 90 هتبقى كام طيب بصك جاية يعني ايه بقى supplementary قال لك supplementary برضو اختصار للك كتير بدل ما اقول 2 adjacent angle their sum 180 قولنا عن اختصارها في كلمة واحدة اسمها supplementary اسمها ايه supplementary يعني ايه supplementary معناها 2 adjacent angle الصم بتاعهم become 180 يعني مثلا اه تعالين دردش فيه نتيه القلم نتيه القلم وانا مكنش عايز منوكو حاجة بس معلش بقى بصها باي دولة كده supplementary دولة كده ايه supplementary لو انا شلت ده الحمد لله الحاط قبل ما يوقف outer side ملهم تاخدت بالك كانوا عاملين كده فانا شلت ده وسألتك outer side outer ايه ملهم on same straight line on same straight ايه يعني outer side بيكونوا على خط واحد outer side بيكونوا على خط ايه يعني لو قلتلك 50 supplement نقط الشاطرة فاهم يعني ايه supplement يعني اتنين بكام بوان ايت اتنين بكام واحدة منهم 50 اجيب البقية ازا اعمل ايه بقى اهي واحدة 50 عايز البقية بكام هعمل 180 minus 50 هيطلع 130 هيطلع 180 مركز يعني ايه complementary انجلين ب90 انجلين بايه يعني ايه complementary ربيت after me complementary 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 supplementary 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 يعني ايه complementary يعني 2 angle ب90 2 angle بايه 90 تبو supplementary 2 angle بوان ايت 2 angle بوان ايه 80 شكرا للمشاهدة